أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه مع اكتمال تطوير موانئ الأسكندرية ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختم زيارات الأسكندرية أكد مدبولي أن حجم العمل في ملف تطوير الموانئ وتجارة الترانزيت تم في وقت قياسي تتقدنا الحقيقة رصيف مية واللي إن شاء الله برضو مع اكتماله حيبقى من أكبر وأهم الأرصيفة على مستوى حوض البحر المتوسط إحنا بنتكلم هنا إن شاء الله السفن العملاقة الضخمة اللي بتتحرك على مستوى العالم هتبقى قادرة إنها هتبقى متواجدة هنا في مينة أسكندرية وفي مينة الدخيلة أيضا وبنتكلم فعلا إنها هتبقى هنا تفعيل موضوع تجارة الترانزيت وحيبقى بأفضل صور الممكنة موجودة في مصر وده شيء مهم جدا لأن هذه التجارة على مستوى العالم يعني هتبقى يعني هي دي المستقبل وإحنا يمكن كل المجلس الأعلى للإستثمار ناقش إن إحنا نبدأ نعمل حوافز استثنائية لموضوع تجارة الترانزيت الموضوع هنا وده شيء مهم جدا إن إحنا بنربط المواني بتاعتنا مع المواد الجافة والمناطق اللوجسية ومناطق التخزين داخل الجمهورية وده من خلال شبكة القطارات يعني جزء من المشروع هدف القطار السريع أو قطاع فائق السرعة اللي بيربط من السخنة لغاية العالمين ومطروح مرورا بسكندرية إنه حيبقى فعلا ده بيحقق الهدف اللي قلنا إنه ده حيبقى ممر لوجستي كبير جدا ما بين بيربط البحرين الأحمر والمتوسط